معانا السيدة امو محمد اهلا السلام عليكم اتفضل يا سيدة امو محمد اتفضل ونعمة الحمد لله بقول لك يا شيخ انا يجوز بيشرب حشيش وضرب وهانا ويدلو الاكل عليك ويجيب ميا من الحمد ويدلقها في الصالة ومش عفة انا اغطم اصلي وبدأ عليه بالموت اتعبتي منه والفوازة وحشة ماشى مع الشباب ملاش لازمائي وقد يشرب معاه وميصر معاه عنده كم سنة؟ عنده تلاتة ااربعين سنة هو بيصلي ويقول لك ملكش دعوه عمش اعمل حاجة حرام لا وطبعا شرب المخدرات حرام طبعا اتفضل معاه مرش ده عشحشيش مش حرام لا حرام حرام ويدلو عملة الاكلة كلامت انه واقع كلمتين عشان خاطر علي جمسك السنة اي اكل يدلقه علي يجيب مياه يدلقه في الفرش يعني مجنني وبصل والله يا شخو من كدرة اعملي واروح اندي اهل والس بيعيالك وتعميش اربعيال حد طيب انا جا فين سؤالك يا امو محمد فين سؤالك سؤال الوقت مش حرف اعمل ايه اطلق منه اقولك اقولك يا امو محمد بصي جوزك اللي عنده ده ده اثار الادمان يعني اللي هو فيه دوت دي اثار الادمان التصرفات غير منضبطة والتصرفات العبثية والتصرفات غير المستقيمة دي دي تصرفات الادمان ولازم نعرف ان مخدر الحشيش فيه ادمان ومن اسوأ انواع الادمان وهل هو خطر ده من اسوأ انواع المخدرات ايضا لان ده ما بنعرفش امتى العقل هيفصل وامتى المسألة على التسوق ولان الناس عندها اعتقادات انا بسميها خرافات مخدر الحشيش ان هو بيعمل المزاج وان هو بيقوي ما عرفش كل دي خرافات ولا ليه علاقة خالص ده دي كلها اكاذيب وان هو عشبة كل دي اكاذيب كل دي اكاذيب انما روجها التجار المخدرات فهي اكاذيب لا علاقة له وهذا باطل وهذا من الخبيث الحرام اكله والحرام شربه هذا خبيث لا يجوز الانسان ان يتعطاه فزوجك اقول له لا ده خبيث وحرام عليك وانت تقع في اهلاك المال واهدار المال رسول الله سلم نهى عن قيلة وقال وكسرت السؤال واضاعت المال انت تضيع المال تضيع المال في لا شيء فانت حرام عليك اللي انت بتعمله ده ده اول حاجة فما يجيش يقول ان المخدرات دي حلال لا طب نعمل ايه بقى تعالي قولي له احنا دلوقتي عندنا اولاد اجلس معاه جالسة كده وقولي له احنا ما عندنا اولاد والاولاد دولة حرام يضيعوا وبالطريقة دي الاولاد ها يضيعوا ها يضيعوا فقال انت تحب ان اولادنا يضيعوا ولا تحب ان اولادنا يعيشوا في حياة مستقرة وحياة امنة لازم نكلموا بهذه الطريقة لو ما كلمناهوش بهذه الطريقة هتبقى مشكلة فاحنا اول حاجة لازم يبقى فيه وقفة وهذه الوقفة تكون مشترط فيها انه يتعالج من الادمان لان طبعا اصعاب المخدرات بيبقى عندهم فترة اسمها فترة الايه الانكار انا مش مدمن ده انا بعمل الكلام ده تفريح وهو ده كله كذب ده من اقوال النفس الامارة بالسوء والشيطان يبقى لازم يزكي نفسه ويعرف ان الصوت ده صوت النفس الامارة بالسوء وصوت الشيطان الذي يواسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان والنفس الامارة بالسوء فلازم يعرف ان ده صوت النفس الامارة بالسوء وحرام عليه يبقى احنا لازم يبقى فيه وقفة بتقولي لي ان انا اتطلق ولا ما تتطلقيش غير لما تعمل الوقفة دي عشان تبرئ زمتك ومش بقولك بعد كده تطلقي لازم نعمل الوقفة دي كخطوة اولى لازم خطوة اولى نقف الوقفة دي لان الوقفة دي ممكن تجيب نتيجة وخاصة لو كنا مع ناس حكماء مش عارفين توقفوا الوقفة دي روحوا لمركز الارشاد الزواجي عشان توقفوا الوقفة دي لان هي وقفة مهمة جدا جدا قبل اتخاذ اي قرار نعم